اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نقوم ببرمجة مغير السرعة بشركة ABB ACH580 رأينا في فيديوهات سابقة برمجة مغير السرعة اليوم سوف نقوم باستعمال برنامج ببرمجة مغير السرعة عن طريق الحاسوب اولا يجب علينا تحميل البرنامج من الموقع الرسمي لشركة ABB هذا البرنامج اسمه Drive Composer هذا البرنامج يتوجد به صيغة نسختين Drive Composer Entry Drive Composer Pro Drive Composer Pro نسخة مدفوعة لكن Drive Composer Entry نسخة مجانية يعني ممكن نذهب الى محرك البحث ونكتب ABB Drive Composer Entry Software فاول خيار نقوم بالضغط على اول خيار Drive Composer Software Tools ثم نذهب هنا Drive Composer Entry بالنسبة ل Drive Composer Entry يعني مشابه ل Drive Composer Pro لكن بعض الاعدادات لا نستطيع تغييرها من خلال النسخة الـ Entry بمقارنة مع Pro نقوم بالضغط على Drive Composer Entry فسوف يقوم بالتحميل أوتوماتيك يعني تلقائيا يقوم بالتحميل يعني انا حملت برنامج مسبقا سوف اقوم بالغاء التحميل طريقة التثبيته فهي سهلة كأي برنامج فقط نضغط على Install ثم Next إلى أن يتم التثبيت على الكمبيوتر فواجهت البرنامج لأيقونة البرنامج على هذا الشكل نقوم بالضغط على Drive Composer Entry هذه النسخة 2.4 وليبرمجة المغير السرعة بلدنا عن طريق البرنامج عن طريق الكمبيوتر نحتاج أن نحتاج البرنامج زائد يعني كابل التوصيل بين الكمبيوتر ومغير السرعة هذا بالنسبة للشركات كل الشركات مثلا كمثال شنايدر فلديها برنامج أيضا سيمو درايف على ما أعتقد سيمس نفس الشيء عندها برنامج خاص بمغيرة السرعة برمجاتها عن طريق الكمبيوتر أي شركة تقريبا يرجى لديها نسخة لبرمجة مغير السرعة عن طريق الكمبيوتر نحتاج كما قلت نحتاج إلى كابل هذا الكابل يعني يمكن إيجاده عند أي محل لبيع الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر فهو ميني يو اس بي كما ترون نقوم بتوصيله إلى شاشة مغير السرعة ومن الناحية الثانية نقوم بتوصيل اليو اس بي إلى جهازنا في الكمبيوتر أو الحسوم نحصل على هذا الواجهة أوفلاين نقوم بعمل كونكت فتأخذ بعض الوقت ليتم الاتصال ليتم التعرف على مغير السرعة الذي سوف نقوم بالاتصال به كما ترون لقد تم الاتصال بالجهاز نسخة المغير السرعة ECH580 لائحة الإعدادات التي سوف نقوم ببرمجتها فالغرض من هذا الفيديو وهو تعرف على هذا البرنامج على كيفية التعامل معه بالنسبة للإعدادات فنفس الإعدادات التي نقوم بإعدادها من خلال الشاشة الموجودة على الجهاز التحكم المغير السرعة نستطيع برمجتها من خلال الحاسوب من خلال هذا البرنامج في القائمة Actual Value هي القيم الموجودة حاليا كمثال السرعة أو سرعة المحرك سرعة خروج البرنامج يعني Output Frequency التردد الخارج من المغير السرعة حاليا هذه القيم الموجودة حاليا يعني سرعة المحرك حاليا 1.48 يعني RPM يعني دورة في الدقيقة الحمل يعني موتور كارنت 0.2 أمبير يعني هذا القيم لأن المحرك غير لا يشتغل ممكن هنا الاختيار بين الهاند مود يعني الهاند مود والأوتو مود لو عدونا الهاند مود فيمكن الضغط على هاند أو لا أوف يعني Start Stop تشغيل زر التشغيل وزر الإقاف هنا في هذا الخانة ممكن إعطاء القيمة قيمة التردد الذي نريد أن يشتغل به المحرك من 0 إلى 50 هيرتز المحرك قمت بتوصيل محرك مسبقا هو محرك صغير 0.37 كيلوات وحمله 1 أمبير وصرعته 1386 دورة في الدقيقة سوف أقوم بتشغيله مثلا على سبيل المثال 10 هيرتز سأقوم بكتابة 10 ثم أعمل set فكمان نلاحظ المحرك بدأ يشتغل هنا القيم الموجودة حاليا يعني سرعة المحرك 308 دورة في الدقيقة هذه المتوقعة estimated يعني 307 تقريبا تكون نفس سرعة المحرك الحالية نسبة هنا نحصل على يعني موتور سبيد يعني بيرسنت يعني بقيمة السرعة الحالية التي يشتغل عليها المحرك فتشكل 20% بين قيمته القصوى هي 1500 يعني DC voltage يعني توطر البستمر دخيل المحرك يعني 0 1 كيلو وات و جميع القيم يمكننا أن نقوم ب قراءتها من خلال هذه القائمة قوائم قد تم رؤيتها سابقاً عندما قمنا ببرمجته من خلال الشاشة البروسيس PID البروسيس PID 2 يعني 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 الإعدادات المحرك الموجودة حاليا قمنا بتعديد 1 أمبير 400 فولت يعني nominal voltage nominal power يعني يعني البروسيس 0.35 كيلو motor phase order يعني إذا أردنا التغيير الاتجاه دوران المحرك يمكن تغييره من خلال هذه القائمة UVW حاليا لا يستطيع لأن المحرك يشتغل فممكن تغييرها إذا ما قمنا بإيقافه أولا كذلك يمكن تمثيل المبياني من خلال دبناج يمكننا تمثيل المبياني تغييرها من خلال السرعة أو الحمل أو على سبيل المثال سوف أقوم برسم يقوم برسم المبياني حاليا يعني توجد عشرة هيرتز سنلاحظ عندما سأقوم بوضع ثلاثون ثلاثون تغيير القيمة إلى تنصل إلى ثلاثين يعني تقريبا سوف تكون هنا كما يمكن إضافة نقض اخترت مسبقا موتو سبيد يمكن تفعيلها وإزالة أوتبوت فريكوانسي يمكن إضافة هذا يتم يمكن تسجيل الرسم المبياني فاختيار مثلا أي قيمة نريد رسمها المبياني على سبيل المثال الأنبير أو الباور موتو موتو كارينت نقوم بإضافتها بالتق على الزر آد نسيت أن نذكر بأن البرنامج يمكن أن تعمل في البداية تختار اللغة التي تريد قمت اختيار مسبقا اللغة الإنجليزية اختارت القائمة التي ستقوم بالتمثيل المبياني لدينا الآن ثلاث قيم يعني سرعة المحرك وخرج التردد الخارج والإضافة إلى حمل شدة شدة الطيار المسحوبة من خلال المحرك نقوم Apply Change ممكن نختار القيمة التي نريد حاليا ممكن نقوم إضافة يجب الضغط على بداية الحمل يمكن إيقاف المحرك أو تشغيله مرة ثانية كما نرى القيم تتغير هنا أو يمكن قراءتها من خلال هذا الرسم المبيان يعني كما يمكن إعداد حفظ هذا البرنامج حفظ برمجة والإعدادات ويمكن استعمالها بمغير لنفس مواصفات مغير سرعة ثاني يعني VFD ثاني هذا البرنامج يساعدنا على برمجة أكثر من مغير سرعة لنفس الخاصيات نفس البرمجة بطريقة سهلة أولا نقوم ببرمجة مغير بسرعة واحد وبالتالي يمكن فقط إرسال البرنامج بسهولة جدا لكسب الوقت كما يمكن حفظ البرنامج لإستعمالات في مشاريع قادمة حتى لا تعيد نفس البرمجة فقط النسخة سوف تكون مخزونة بجهاز الكمبيوتر ومن ثم تحميلها إلى المغير السرعة بسهولة بسهولة يعني من هنا كذلك نستطيع أخذ البرنامج الموجود داخل مغير السرعة ونقوم بإعداد أي اسم ثم نقوم ب Save Save حفظ الإعدادات قم بإقاف Stop Motor إقاف المحرك هذا الملف لقد تم الملف إعدادات الملف هذا الملف الذي قمنا بحفظه من خلال هذا الكمبيوتر يتم فتح الإعدادات التي قمنا بفتحها مسبقا لنتأكد نذهب إلى إعدادات الموتور داتا البيانات الموتور بالفعل نفس الإعدادات التي كنا قد قمنا بإعدادها لهذا محرك بالتالي هذا الملف ممكن تحميله إلى مغير سرعة ثاني وبذلك تكون يساعد هذا البرنامج على الاتصال وبرمجة أكثر من مغير سرعة بطريقة سهلة ومسيطة جدا أعتقد أنني أطلت في هذا الفيديو أعتذر عن الإطالة وأتمنى أن أكون قد مفقت في الشرح نتوصل إن شاء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله في برامج شرح برامج دات الطابع التقني كما نطلب من الإخوان دعم القناة بالاشتراك و مشاركة الفيديوهات والدروس مع الإخوان من لديه أي سؤال بخصوص هذا التص فل يرسلنا أو بخلال تعليق نسمى الإخوان نتمنى أن تساعدون بدعم القناة بالضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله إلى ذلك ومنحين استودعكم الله الذي لا تهديه وذيه السلام عليكم وحتو الله وبركاته اشتركوا في القناة